هيا يا حاج اه الحمد لله خير ان شاء الله ايه؟ امت حصل الكلام ده؟ انت حلو لأخوتي الله بالله طب ايه فين انا جايلك حالة؟ فواز الحق يا فواز ابو يا رحميني خلاص ايه دي ايه دي وفاهميني ايه اللي حصل مش عارفة فاجأة كده طب ساكت والله كنا عادين كويسين ومن حظي الكويس اني ساميحة جدت زورنا كلمت الحج وجابوه على الاسعاف على هنا ايوة يعني طب ازاي؟ كل حاجة شرب حاجة والله ما انا عارف ده احنا حتى كنا بنعيد والنا بنت اللي جبتي اجله ورحمة امي يا نعمة لو ابويا جرى له حاجة لكن ما قطعكي ومشرحكي متحتة مالوش لزوم الكلام ده يا ساميحة اهي كده يا حاج من ساعة اللي حصل ما حصل ونزل فيها تقنيب وتبكيد زي ما كون انا اللي وقعته هو في غيرك يا شر البقر سامع يا حاج خلاص يا ساميحة والده ده بويا يا حاج وملوش استاب خايف يا اخوي اللي حصل امي اهدو اهدو الحكاية ما تستهلش هو كويس بس هيقعد معنا شوية في العناية لما نتطمن عليه العناية؟ يعني على كده بقى هيبقفل إنعاش عادي يا نعمة عادي لازم الدكتور يتطمن عليه طب يعني اسكيوزمي كده يا دكتور هو بويا فيه ايه بالزبط؟ السلام عليكم ورحمة الله وقتلك ما تحفش انت مش قد الحبايا دي شمتان في لكن يا أخوزمي بصراحة أنا مش قاعدة نفسك نفسي مدحك يا راك ربنا بيقول ولا تنقوا بيديكم من التهلوكة تهلوكة؟ طبعا هو فيه أكتر من التهلوكة اللي انت بتجوزها دي أنا كنت شغال تمامي التمام وفجأة أطعت ميا ونور شغال تمامي التمامي يجدب يجدب بقى وأنت بالدين ربنا هتفاول علي كمان يا عم كلنا بالدين ربنا ما تزعلش نفسك مش كبابة وصلني ليلتي يعني خير انتعمل شر التلقى هي نعمة معاكو برا هي وساميحة هيدخلونا دلوقتي قالت لوكو حدا؟ لا اتضمن الحمد لله الدكتور بس هو اللي سيح كبر يا عقلك يا مايا حتى لو ما عمل فرح بالمرة هيدي الجوازة بدها التم وبعدين هو قالك انه هيعمل الفرح ببيرون وهي ده اللي بدنا اياه خلاص يا سليم ايه ده شوي احنا ما قولنا شي يعني انت ما شايفي غير أنا اللي عم بحكي وبنتك اللي عم تخلق المشاكل من تحت الأرض هو انا لما بدي اعمل فرح هوم بين اصحابي بكون عم بعمل مشكل؟ بك يا بنتي يا مايا انت ما عارف المصيبة اللي انا فيها فواز لو ما مضى العقود اللي مستنياة ببيروت انا حيتحجز على كل املاكي وحييعنوا افلاسي ويشرشحوني عصدو بربيروت بدل منك عامل هيك بحالك احكي مع مروان شريكك يدفع جزء من جيونك وانت سدد له ايهن لموضعك يتحسن مروان هيدا راس الأفع واكبر واحد يدقلوا مصلحة في اعلان افلاسي عشان يستولي على المكتب عرفتي هلأ المصيبة اللي انا فيها يا بنتي خلص يا بابا ما تزعل رح اعمل متل ما انت بدك سوري سامحين يا بنتي لكن هذا هو قدرنا وعلى الانسان ان يواجه قدروا بشجاعة وما يستسلم وانت هيك برهنتي انك بنت أصل وأصول وانا عمري ما راح انساء الجميل الله يحميك يا بنتي ممكن عرف ايه اللي مخليكي قلقانا هو قالك ياختي على سفريت لبنان ايوه قالي عادي ياختي ما هو بيسافر كتير لا دي اول مرة يسافر فيها لبنان وما لبنان زي غيرها كلها بلاد ربنا وبعدين هو بيجلي ورقك لعيش ورزو ياختي انت بتطميني نفسك ولا بتتحكي علي والنبي يهودة تسيبيني في حالي انا مش طيقة نفسي يعني انت يا قلقانا هزي يا لاوي يا بني قلت بايك في القرى ديك ما تاخدي وتدي معايا في الكلام يا انهور ما احنا الاتنين ياختي في مركب واحدة عايزاني اقول لك ايه؟ خيفة ومرعوبة اكتر منك مئة مرة اعمل ايه؟ سوا موك انكم مسافر شغل مش كده؟ يا دي نيلي عالك تقرى واسنينك تقرى يا ولاو بسم الله يا رحمة الرحيم قلطف يا رب قلطف يا رب قلطف يا رب انا برحة اه مرعوبة المكينة بس 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 عندك المتين هنفع قوله? لا هو لما ينفعش بصراحة الوقفة لحنا واقفينها دي لطوب الأرض كله بتفرج علينا فيها فل بسم الله ده وأعمل أيه طريق ما بتبقارك كتير ما بيجيش لمحل لو أنت متعرفش يا حج إن أنا زبونة أنا على فكرة مش باياها عندك في المحل يعني أنا بيجي اشتري حاجاتي وامشي على طول مش إلزام يعني إن أنا لازم راحة جاية كده كل يوم يا ست محدش قال إلزام ولا حاجة بالراحة لاش اه يا فيه ايه أنا أسكنت يعني عبودتين عليكي وفدأ كده قطعتي بالراحة معلش يا حجة أشغير طب أنا ليه طلب أخير لأ موقف الطلب في الوقفة دي بصراحة كده مش حينفع أنا لازم أمشي حالا ما تخفيش ما حادش يقدر يبصلك طول ما أنت واقفة إلا ما هو بسه يا حجة واللي حصل حصل خلاص وكاد هتقلب ضندرة المرة اللي فاتت خلينا أمشي بقى بص رجلك أنا مش نقصة فضايح آه أنت بقى ما تعرفيش إيه اللي حصل بشانا ضرب رابط اللي راج قدامك بالقلم يهر راح جاب عيلته وعيلت عيلته كسرت عظم وهو وعيلته وعيلت عيلته كمان آي وما أنت فاهمة إيه ماشي يا حج بس الفايا قوي برضو اللي حصل لحد كده سلام عليكم يا سيد تسمع بس ما كان زمانك سمعت الطلب وخلاص له ماشي حج هسمع الطلب أقوم آه 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 ودينا ما تقطعيش بينا حسن لك صلاة نبي أحسن ما يخليك شوف طلب خفيف بسمي نبي حرسك وساي قولك طلب خفيف ربنا يساعد السلام عليكم لا سلامة ألف مليون سلامة يا سلام ربنا أنت معلم يا الفواس ها؟ صحيح الحريم دول نعمة واللي يقرأهم يعمى روح يا حج شكرا يا عم عزي عفو حج فوان ايه يا أب ايه؟ ماشي هين لي عادة ده وقت آه قصد كان فيه مصلحة كده ما خلاصه مصلحة؟ ها؟ مصلحة ايه؟ مينة 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 هم تكون بتتشاقل ولا بطل بكش بتاعك لا أقولي عملت ايه معنى سابق جدا تمام بالحمد لله ما أنا جاء بلاك أنا هسافر في خلال يومينة وهسيب لك بالمحلات والمصبع ومش هوصل يا ناير الدين سافر وانت بتطمن 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 مش هحارف جامن بريحة حاجة طرية كده وهي اللي مخليها دماغك شاردة بعدها معاك يا ابن السيادة هتعملهم علي انا ولا ايه؟ هاة انا بس قلت اقولك خلي بالك ليه؟ 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 عشان ما تحصنش هابو ساميحة اه كده؟ انا بقى هروح اقول لي مرطاة لا 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 انا بحظر انا بحظر تلعب عشان طولة اتبرانت